مبروك يا مصر بدأ المنتخب المصري موجهة بوركينا فاسو طبعا في التصفيات المؤهلة لكاس العالم المباراة بدأت على ملعب استاد القاهرة وسط حضور جماهيري يعني غفير جدا الحياة الأعلام في كل مكان وطبعا اللون الأحمر مالي الاستاد هو لون اللبس بتاع المنتخب مصر بتمتلك رسيد ست نقاط تتصدر بهم المجموعة من مبارايتين أمام جيبوتي وسيرة لليون وفي حالة فوز مصر اليوم بالمباراة أمام بوركينا فاسو هتكون طبعا هي كده متقدمة وحتبقى أمام غينيا بيساء والدنيا هتكون إن شاء الله بخير هيكون عندنا 12 نقطة وحنقدر كمان إن احنا نكون منفردين بصدارة المجموعة سعيدة جدا إن احنا نبدأ على طول لحضراتكم كده بخبر حلو أنا دايما ببقى سعيدة زي ما انتوا شايفين الجمهور السور الليلة إن شاء الله تكون ليلة فوز ليلة فوز جميلة إحنا منتظرين إن منتخبنا ده بإذن الله يمثلنا في كاس العالم فإن احنا نبدأ كده بيه وأنا بحب كده يعني فرحونا يا جماعة في الأول يعني ليه دايما نفضل على أعصابنا لحد 90 دقيقة لكن لما من الأول كده الناس تلتقط الأنفاس شوية حرارة الجو يمكن تكون فيها يعني أخف شوية الناس اللي موجودة في الاستاد أكيد ناسي حرارة الجو عندها بس حرارة التشجيع منتخب مصر بإذن الله نتمنى له الفوز زي ما انتم شايفين محمد صلاح كابتن الفريق من عوار الدنيا وإن شاء الله حسام حسن يقدر من خلال الخطة بتاعته إنه يوصل المنتخب إلى بر الأمان الليلة ونقدر كمان نروح أمام غينيا بيساو يوم 10 يونيو بنتيجة حلوة بإذن الله أتمنى أن احنا نمتع الجماهير النهاردة سواء اللي موجودين في استاد القاهرة جميعا أو اللي بيشوفوا عبر الشاشات كنت لسه بتابع عن طريق طبعا أون تايم سبورت مبهجة جدا تحليل رائع وطبعا زملائنا اللي في التحليل كلهم أكيد كلهم حماس وشوهم جميعا حلوة بإذن الله هنتابع ما حضراتكم أكيد أول بأول لو أنت متابعنا على شاشة القناة الأولى هنقولك على طول كل الأخبار